شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين سهم واحد والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وأكد رئيس الأركان في كلمة له حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وأشاد رئيس الأركان بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار